أولا يجوز الحلف بجاه الله عز وجل أولا يجوز الحلف بجاه الله يقال وجاه الله ذلك أن المعنى وعظمة الله فيجوز للإنسان أن يقول وجاه ربي وجاه الله عز وجل لأن المعنى يكون بعظمة الله هذا هو المعنى الأمر الثاني الاستحلاف بجاه الله ما معنى الاستحلاف بجاه الله يعني أن يقول الشخص للآخر أسألك بجاه ربي أسألك بجاه ربي هذه المسألة حقيقة خلافية بين العلماء والذي يظهر المنع ذلك أن الحلف أو الاستحلاف بجاه الله عز وجل كأن الإنسان يجعل الإنسان أعظم من الله عز وجل ولذلك جاء أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هلكت الأموال و انقطعت السبل وجاع العيال فادعوا الله ثم قال إنا نستشفع بك على الله و نستشفع بالله عليك فغضب النبي عليه الصلاة والسلام و سبح الله حتى عرف الصحابة الغضب في وجهه و كان يقول سبحان الله سبحان الله و قال الأعرابي إن شأن الله أعظم أنه لا يستشفع بالله على أحد ولذلك الراجح المنع الراجح المنع ما تقول لشخص أسألك بجاه الله أسألك بجاه الله لأن هذا يكون فيه جعل المخلوق أعظم من الخالفة كأنك جعلت المخلوق أعظم درجة أما السؤال بجاه النبي عليه الصلاة والسلام فجماهير أهل العلم على المنع يوجد خلاف عند بعض العلماء لكن الصواب المنع و أنها بدعة من البدع و مخالفة من المخالفات لأنه ما ثبت أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا بجاه النبي عليه الصلاة والسلام و لا يعرف عن أحد من أهل العلم من السلف الصالح أنهم كانوا يقولون بجاه النبي صلى الله عليه و سلم و لذلك أحببت التنبيه على هذه المسألة إذن الحلف بجاه الله جائز كان يقول و جاه ربي الاستحلاف بجاه الله مسألة خلافية و الراجح المنع الحلف بجاه النبي عليه الصلاة والسلام أو التوسف بجاه النبي هذا أيضا ممنوع يبقى قضية السؤال سؤال يقول يسأل الله بجاه الله يسأل الله بجاه الله هذا ينذرش تحت السؤال الصفة التي تكلم عنها العلماء و ظاهرها المنع